تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 681 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغة قرابة 331 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 88 طن وفي مجال عدم توريد أرز الشعير والبايع بأسيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 229 طن وفي مجال البيع بأسيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 13 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 465 قضية من بينها 125 قضية خبز ناقص الوزن و119 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 16 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 122 طن